تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب وشاركنا في فيسبوك رابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد علي فانتي حلقة اليوم بدي أجرب فيها ستايل جديد استغلت إنه في جولة دولية جاي فبالتالي بيكون عندي وقت أجمع وجهات النظر في يوتيوب فيسبوك تويتر ومن الأصدقاء اللي بيحكوا معي اللي هي تعلمت اللي سبع سنين بقدم سلبي مدريد وبرشلونة يعني تقريبا تعلمت شغلة صرت بعد 10-12-13 مباراة لما نحكي كثير في المباريات اللي مع ليفانتي وأوساسونة وهذه الفرق إنه بصير بدي أضطر عيد الكلام دايما نفسه فحتى نفسي أنا يعني بحس حالي أني عم بعمل الحلقة إنه طب حكيت هذا الكلام طب شو بدي أحكي ومرعدين بأضطر أنسى كلام مهم في بعض المباريات لأني عم بعدتوا مبارح فبنسى أحكي مبارات تانية فعم ندخل بدوامة فيها نوع من الروتين فشاورت أصدقاء كثير من الأصدقاء اللي كانوا معي من بدايات سلبي مدريد وسلبي برشلونة وقلنا نوصل لفكرة إنه خلينا في المبارات اللي فيها الفرق اللي مش أتلاتيكو وشبيليا وفالانسيا ولكلاسيكو نحكي قضية أساسية كبيرة ونحكي ملخص المباراة بشكل سريع طبعا برنامج هات برنامجكم يعني هو بالأساس فكرته منكم وفكرته ونقاشي دائما معكم وبحب أسمع رأيكم وبنرموا إن شاء الله ونشوف نكمل بهذا ستايل أو لا زي ما بتعرفوا أنه أنا إنسان ديمقراطي في التعليقات أي حد عنده أي حاج عايزه أنا راجل ديمقراطي بسمح كل الناس واللي في دماغي بعد لا 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 مش عامل مثله خلينا ندخل بالملخص على طول ريال مدريد بدأ بتشكيل الشبه متوقعة سينسيو ببلش أول مرة في الليجة أساسي هذا الموسم ناتشو بفوز في مركز ظهير الأيمن في ظل المشاكل طبعا ناتشو ما ترك كثير أثار هجومية ريال مدريد بدأ كالعادي بردمه المعتادل هادي يحاول يشوف اللقاء وفعلا كالعادي بيقدر يسجي الهدف فجأة من دون كمية فرص كبيرة وشفنا جونيور عم بتمركز بذكاء وبستغل للكرة وبيهدى وبسدد كرة ممتازة جدا في المرمى خلت المباراة كثير أسهل على ريال مدريد نسبيا ومما لا شك فيه منظومة ريال مدريد الدفاعية قوية تبدأ بضغط عالي شفناه كثير ممتاز تبدأ بمسافات بين الخطوط في الحالة الدفاعية كثير ضيقة على الخصوم وحارس ممتاز جدا 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 هو كورتوا بس هذه المنظومة في هذا الموسم فيها خلال واضح العمق وعمقهم كثير عم بيقدر اللاعبين يضربوا بسهولة عم بيقدروا الخصوم دائما إذا بلشوا الكرة على الطرف ويدخلوها على العمق بشكل سريع دائما بيلجوا مساحة كبيرة في مشكلة في العلاقة ما يصير بين كاسيميرو مودريتش فالفيردي أو بوجود كروس ومع خط الدفاع محتاج يشغل شوي مش هيكا الريال مدريد الموسم الماضي طبعا هجوميا ما زال الفريق محتاج يشتغل أكثر بين الثلاثة الأمام ما زالوا مش متواصلين مع بعض مش عم بشعر ان فيه ثلاثة هجومة بشعر فيه مهاجمين ثلاثة بس ما في هذا الثلاثة الهجوم محتاج شغل أكثر إذا حب الفريق ينهي المباراة بدون استراتيجية الواحد سفر الصعب جدا اليوم يعني ظلت واحد سفر اليوم لآخر لحظة عندما سجل كريم بنزيما الهدف الثاني استراتيجية خطيرة على الموسم بشكل طويل وبنختم بالملخص على السريع بدي أحكي عن لوكا مودريتش ما بعرف فعلا إذا أنه أنا غلطان ولا لا بس مودريتش ما زالت لمسته جميلة زي لمست الموسم الماضي سحره ما زال موجود بس مدنيا مش مودريتش اللي بعد كورونا فيه فرق فيه فرق شوي مش مودريتش نفسه دائما بتحسه أبطأ شوي في القراج على الخلف وحتى في التقدم للأمام دائما بوصل متأخر شوي يعني ما بعرف هل أنا غلطان ولا لا بس عم بشعر بهذا من رجعة الموسم فالفيردي اللي تحسن كثير عكس ختام الموسم بعد الموسم كمية حركة ممتازة اندفاع ممتاز شخصيته استعاد ثقته بنفسه فالفيردي عم برجع مرة ثانية ينافس كمركز أساسي في الريان مدريد قضية الحلقة اليوم جونيور فنسوس جونيور ليش لازم الريان مدريدي يراهن عليه ويقوي قلبه بدون ما يخاف ولما أقول يراهن على جونيور ما معناها والله يحرق هازارت ويحطه دكة لا طبعا المقصود انه يحاول يزيد عدد دقائق جونيور قد ما يقدر حتى لو اضطر يلعب هازارت بعض المباريات مهاجم وهمي زي ما لعب مع ساري او جناح عيما زي ما لعب بعض الفترات مع منتخب بلجيكا وحتى مع تشلسي في بعض المباريات يعني لازم جونيور يشعر انه مش أنا بلعب بس اذا هازارت مش موجود لازم يشعر انه بقدر ألعب حتى لو هازارت موجود ولما أقول ليش لازم يراهن عليه مش لانه وسجل المباراة الماضية وسجل المباراة هاي لا بس لانه طريقة التسجيل عم بتدل انه اللاعب بدأ يصير افضل نحو المرمى تسديداته بشكل عام للعلم بالفترة الاخيرة صارت اقرب للمرمى وصار نقصها الخض يعني ما عد فيها التسرع والتوتر الرهيبي اللي كان يصيبه لا فيه تحسن كبير فيه طريقة تسديده وفيه تفكيره قبل التسديد نحو المرمى ومن الاسباب المهمة عشان يتراهن عليه انه هازارت حتى الان انت مش بتأكد منه اصابات كثير حتى الان ما اعطى 30% من هازارت تشيلسي فانا لازم ازيد عدد دقائق جونيور عشان اعرف هازارت يعني ممكن يصير كاكا مش ضروري ينجح يعني طبيعي جدا مفيش اي لاعب مضمون لجاحه واذا انا لساتي مش مطمئن لازم ابلش اراهن هلا على جونيور عشان بشكله باخر اضغط على هازارت يطلع افضل ما عنده فلو الموسم الماضي جونيور لعب 1600 دقيقة ما بين دوري ودوري ابطال الموسم هذا لازم يسكره على 2000 دقيقة وهذا نمو 20% بعد الدقائق جيد جدا طبعا كله بيعرف انه فينسوس جونيور بيملك كل مقاومات الجناح الناجح مهاري سريع جريء وشجاع يعني شجاع في المبارات الكبيرة شجاع ما بخاف حتى بفترة الانهيار الموسم قبل الماضي كان شجاع ويلحب بشجاعة هذه مواصفات مهمة يكون تراهن عليها لنجم في الريال مدريد واكيد الكل لاحظ بالفترة الاخيرة انه تحسن كثير في التمركز وتحسن كثير بطريقة استخدامه لسرعته ومهارته يعني الموسم الماضي كان يبالغ بده يكون سريع بده يكون مهاري بس الموسم هذا الرجل صار اهدق صار عارف متى لازم اركض متى لازم اراور متى لازم امرر متى لازم اكون في الصورة متى لازم ادخل لمنطقة الجزاء واخون خارج الصورة فيه تحسن كبير ما بين تمركزه وحسن قراره بالعمل الجماعي هذا كله بخليه اني اقول لا بتقدم اللعب ووثق فيه اكثر ممكن تخليه يتقدم اسرع ويضاف لكل ذلك انه الموسم الماضي واللي قبله لعب مباريات كبيرة يعني عاش الضغط النفسي المعروف في الريال مدريد انه سنين في الريال مدريد تلت سنين تقريبا يعني عارف الاعلام اجواء ريال مدريد ما فيه شي تخاف منه عليه خلاص انسجم مرقل من التجربة الاولى الان ارمية اكتر للامام حطوا بالواجهة اكتر ولما اقول ريال مدريدي راهن عليها مش معنا انا بقول والله انا ضمن لكم مية في المية حيصير سوبرستار لا 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 اللي بقوله ببساطة انه اذا ما راهنت عليه النتيجة سيئة اللعبة اعطاك مؤشرات كثيرة انه اوثق فيها اذا انت ما اوثقت فيه وعطته الفرصة الكاملة وزي ما قلت يطير على الفين دقيقة السنة هادي هو نفسه مش هيعطيك خلاص انتهى هيحبط وممكن يخل بالاستقرار ممكن يجي يقولك الصف الجاي انا بدي اطلع والله انت مش واثق فيه فعشان هيك الرهان على جونيور اسوأ ما فيه كويس اسوأ ما فيه بتحفظ على قيمته لو شفته مش تمام بتبيعه بتجيب غيره ايضا الرهان على جونيور بيضغط هازارد الرهان على جونيور بيخليك موقف قوي لما تتكلم مع انبابي لازم يكون عندك اكثر من لاعب نجم بهذا الفريق وانا شايف ان جونيور اعطى بي اكثر من لحظة مؤشرات ان كل اللي محتاجه ثبات وثقة حتى ينسجم اكثر في المنظومة لما تلعبوا مبارا وتشيلوا مبارتين صعب جدا يظهر واللعب الفرد مستحيل يكون لحال مميز الا اذا نسجم بالمنظومة نوصلوا لناية حلقة سيلفي مدريد كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وضروري جدا نتابعوني والسلام عليكم